نقذف بالحق على الباقي وسلبوها الحوثيون وحقوق الإنسان موضوع حلقتنا من برنامج نقذف بالحق نناقشه مع ضيف البرنامج الدكتور محمود أبو هدعش أستاذ الفق المقارن والثقافة الإسلامية في جامعة إقليم سبا مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين من الأهمية بمكان أيضا أن نتحدث عن حقوق الإنسان كاملة ونحن نعلم أن الحوثيين أتوا على كل حقوق كم أنفس زهقوها كم أناس وسجنوهم ظلما وعدوانا وبغير أي وجه حق دعنا قبل أن نتحدث عن جرائمهم وعن انتهاكاتهم نتحدث عن معنى الحق وما المقصود بحقوق الإنسان سواء في الإسلام أو في القوانين الدولية الموجودة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لو لا نهدان الله اللهم صلى الله وسلم على السلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحق في اللغة هو الحب والنصيب وفي الشريعة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحق فالحق هو ما هو نصيب وحظ للإنسان والحقوق هذه شملتها الشرائع السماوية والقوانين البشرية وهذه الحقوق لم تغفلها أي ديانة سواء ديانة وضعية أو ديانة سماوية الحق هو منحة إلهية من الله تبارك وتعالى ليس من من أحد لا من فرد ولا من جماعة ولا من دولة ولا من سلطة هذا يعتبر حق من الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وكرمه وخلق هذا الإنسان وجعل له وافية لم يجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بضعف أو بمهانة أيضا الحقوق هي شاملة في الإسلام شاملة لكل مناحي الحياة فهناك من الحقوق من أضيق دائرة حولك إلى أوسع دائرة مثلا أضيق دائرة حق الوالدين ثم حق الزوجة إلى حقوق البشرية عموما إلى حقوق المخالف إلى حقوق الإنسانية فالإسلام لم يقفلها أبدا أيضا الحقوق في الإسلام ثابتة غير قابلة للتبديل أو التعطيل يعني هناك حقوق أحيانا تسلب وتعطل لكن في الإسلام تبقى تلك الحقوق ثابتة ليست قابلة لا للتبديل ولا للتعطيل هذه هي الحقوق التي جاء بها الإسلام وهناك مواصفات لها عجيبة وكبيرة أن هذه الحقوق لم تجد في أي القوانين الوضعية لأن الإسلام سبق كل هذه القوانين الوضعية في إرساء حقوق الإنسان وركز عليها أيما تركيز لأن هذا الإنسان مكرم فهذه لمحة عن حقوق الإنسان والآن قوانين القانون الدولي نسمى القانون الدولي الإنساني هناك بنود كثيرة في حقوق الإنسان في حقوق الحرب في حقوق السن التي جاءت إعلان نص حقوق الإنسان عام 48 نعم يعني في حق شمل حقوق المرأة شمل حقوق الطفل حقوق السجين حتى الحقوق التي أيام الحرب يعني لم يغفل الإسلام أي شيء والقوانين الوضعية استفادت من الإسلام لكنها لم تحقق تلك القفزة النوعية التي قفز بها الإسلام أنه راء الحقوق من قبل 1400 نعم نجد أن هناك تفريق بين حق الإنسان في منطقة ما وحق الإنسان في منطقة أخرى هذا بالقانون الوضعي نعم إذا تعرض الإنسان يعني الانتهاكات في أفريقيا ربما غير الإنسان الذي يتعرض الانتهاكات في أوروبا نجد العالم يتعامل مع الإنسان مثلا أوروبي غير الإنسان الأفريقي أو ما إلى ذلك أشكال الشعر إبادة شعب مسلم قضية فيها نظر وقتل علج كافر جريمة لا تغتفر هذا هو ما في موازين مفبوطة عند العالم اليوم العالم في اختلال في الموازين لكن الإسلام جعل ميزان واحد والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها يعني معناه أن الكل تحت القانون ما في شحد فوق القانون أو حصانة أو محابة لا محابة لا مجاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود حتى على أقاربه يبين لهم أن عليهم حقوق حتى أقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية فهذا هو الإسلام الذي جاء بحقوق الإنسان كنت قد بدأت تعرج على بعض الحقوق التي كفرها الإسلام وبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أتكلم عن حقوق الإنسان من الناحية الشرعية ومن ناحية القوانين الإنسانية أو القوانين الوضعية ربما هي كثيرة نعم ومتقاربة ومتقاربة نجد القانون الدولي في كثير منها استفاد من الحقوق التي أقرها الإسلام مثلا حق الحياة حق الحرية حق التفكير حق التفكير الحرية عموما حرية التفكير حرية الاعتقاد حرية الانتماء حرية الكلام حرية في أشياء كثيرة حق التعليم مثلا حق العمل هذه الحقوق المواطنة حق المساواة أن الناس سواسية فنجد القانون الوضعي مع القوانين الإنسانية استفاد من الإسلام كثير والإسلام هو الدين الوحيد الذي جعل حقوق الإنسان دين إيش معنى دين يعني ما بينك وبين الله تبارك وتعالى قد ربما يغفر الله لك والله غفور رحيم والله يتجاوز فيما بينك وبين لكن حقوق الناس هذه ما فيها تجاوز يعني تخيل الشهيد الذي قدم روحه وقدم أغلى ما يملك وهي نفسه يستشهد لكن يغفر له كل شيء ليش حقوق الناس الدين نعم حقوق الإنسان فالإسلام لم يغفلها أبدا نعم طيب ثمت أو هناك انتهاكات كثيرة ارتكبها الحوثيون بحق الإنسان اليمني يعني ارتكبوا حتى في حق حياة الإنسان نفسه النفس البشرين نفسها قبل أن أسألك عن هذه الانتهاكات لنا أن نتسأل لماذا يستهدفون الإنسان بهذا الشكل سجنوه قتلوه شردوه منعوا عنه حرية التفكير منعوا عنه حق الحياة منعوا عنه حق التعليم لماذا كل هذا؟ عماد كل نهضة وعماد كل فكرة هو هذا الإنسان أي أمة تهتم بالإنسان وتعطيه حقه وترفع من مكانته وتجعل له شأن هذه أمة سيقول لها في المستقبل شأن شأن وإذا يعني أهانة الإنسان ولم تقدره هذه الأمة ستكون في الحظيم لماذا؟ لأن الإنسان هو محور الارتكاز لهذه الحضارات وهو الذي تقام عليه النهضة وهو الذي يقيم الحضارات وهو الذي يبني الدول وهو الذي الحوث اليوم أراد أن يستخدم الإنسان كمطية يعتمد عليها ليصل إلى أهدافه يصل إلى مراميها التي يريدها الحوث اليوم استخدم الإنسان كعبد يخدمه ولهذا كان يقول من الأمثال التي أشاعوها خلق الله القبيلي ليخدم وخلق الله السيد ليحكم يعني هذا القبيلي يلا ما شاء الله لو قدوا عقفي مع الإمام ولا يعني مرافق مع مشير وهذه من الأمثلة التي كان يروجها الأئمة نعم والقبيلي يقول لك هذا ما هو حق تعليم القبيلي هذا خقية القبيلي خضعية القبيلي يعني لا تعلمه لو تعلمت باي باي زيد فيها القبيلي باي باي زيد عليه لأنهم يريدوا أن يكونوا هم الطبكة العليا مثل السمن دائما يكون من فوق يعني ما يريدوا أحد أن يكون أعلى منهم أو أعلم منهم وإذا تعلم القبيلي يقول لك أشه العلم حتى هذا علم بشري أما هم علم لدني علم رباني ففي فرق بين العلم البشري والعلم الرباني ولهذا جعل الإنسان هذا لا قماله ولا وزن عكس ما أجاب الإسلام يعني مثلا الإسلام كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق التفضيلات الله فضل هذا الإنسان وكرمه ورفع درجته وجاء الإسلام بقانون المساواة الحوثي إلقى قانون المساواة وجعل الحوثي اليوم القانون الموجود عنده هو قانون الطبقيات سيد شريف قاضي فقيه قبيلي مزين ومن هذه الأوصاف التي وصف في الإنسان رغم أن الشرائع حتى الشرائع البشرية جعلت الناس سواسية جعلت الناس سواسية الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها على الملأ في كلكم لآدم في مجمع الجميع كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربيين على أجميم ولا لعجمين على أربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وفي هذا الحديث مبدأ للمواطنة المتساوية نعم هذه المواطنة المتساوية هذه يبحث عنها الجميع يعني تخيل أوروبا وأمريكا التي اليوم تتشدك بحقوق الإنسان ما قد حصلت على المواطنة المتساوية إلا في الأيام الأخيرة ولا زال هناك انتهاك لها يعني كان هناك حرب بين السود وبين البيض يعني يقول أوباما هذا الذي حصل على رئاسة أمريكا في المرحلة الأخيرة ما وصل إليها إلا بعد أن أهانوا أكثر من المرة قال كان يرسلوا الكلب عزة الله يبول بجواره لأنه هو للسود لا قيمة لهم إذا دخل بوفي أو مطعم خرجوا منه كان يحصل على المراتب الأولى في الجامعة ويدرس بمفرده ما حد يرضى يكرم إلا أنه أسود حتى أخبرهم أن أم أصرها بيضاء وأن أصرها فبدأوا يتعاملوا معه شوية ويتكبلوا يعني عنصرية عند البشر هذه لكن الإسلام جاء في أفضل يوم حصل للرسول طوال عمره الثلاثة والعشرين سنة أفضل يوم كان يوم فتح مكة في ذلك اليوم الذي حقق الله له النص إنا فتحنا لك فتح مبينا فمن أمر بلال الحبشي العبد الأسود الذي يباع في الأسواق الذي لا قيمة له ولا وزن عند العرب رفعه النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة ليعلن للناس أن الإسلام جاء بدين المساواة فنظر إليه كفار قريش وعليا القوم الذين يظنون أن لماذا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل ملكلتين عظيم فقالوا ما عرف من يجيب على الكعبة إلا هذا الغراب الغراب ينعق لنا أيها يستهزئون ببلال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام قد رفع من شأن الناس وأن الناس سواسية بل يقول لهذا العبد الحبشي الذي يرونه مدفوعا إني سمعت دفا عليك بين يديه في الجنة لم يقلها لقراشين ولم يقلها لعربي وإنما قالها لذلك العبد الحبشي الذي هو عند الناس في نظرهم أنه فئة الدنيا نعم أيضا شيخان الكريم هناك أيضا من يتسبب بأن يقبل بالدنيا يعني عندما ينظر الحوثيون لفئات المجتمع على من ينظر إليه نظرة الدنيا البعض تقبل هذه النظرة الدنيا وانطلت عليه أنه قليل آصل أو ناقص أو كذا من هذه المسميات التي لا تمت الإسلام بصلاة ربما نناقشها بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ونعود نستكمل هذه الحلقة من برنامج نقذف بالحق نتحدث فيها عن الحوثيين وحقوق الإنسان نقذف بالحق على الباطل حياكم الله مشاهدين الكلام من جديد ما زلنا معكم في برنامج نقذف بالحق نتحدث في هذه الحلقة عن الحوثيين وحقوق الإنسان الشيخ خان كريم تحدثنا حول حقوق الإنسان في الشرعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية في المحور الأول لماذا أصاب بعض اليمنيين أنهم سكتوا وارتضوا أن الحوثيين انتهك بعض أو كثير أو كل حقوقهم وارتضوا بهذه الانتهاكات لم يتفوهوا لم يقاوموا لماذا؟ ما الذي يجعلهم يسكتون؟ للأسف قالوا لا تسأل الظالم كيف ظلم ولكن اسأل المظلوم كيف رضي بذلك الضد لأن ما فيش واحد ظالم يظلم لا وجدوا ناس ايش تطبروا له قالوا لا تلوم من صعد على ظهرك لكن أنت الذي انحنيت أولا ثم ايش وجد الناس فرصا ليصعدوا على ظهرك ولهذا الناس ايش قال والشعب لو كان حيا الزبيري قالها نعم الزبيري ما استخف به فرد ما استخف به فرد ولا عات فيه الظالم النهب يعني الشعب إذا فيه حياة سينطفض سيقول لا سيكون له كلمة حق عن إسلام جاء بحقوق الإنسان الحرية لا إكراه في الدين الإسلام أعلى من شأن الإنسان وجعل الحرية قبل الدين نهاء الإسلام أن تبقى بليل نهاء الإسلام أن تبقى خائف نهاء الإسلام أن تبقى إنسان لا قيمة لك ولا وزن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال أولم تكن أرض الله واسعة واسعة فتواجروا فيها الله جل وعلا أمر الإنسان إذا ما وجد المكان الذي يقول فيه له عزة وله كرامة وله مكانه حقوق كاملة حقوق كاملة يعني فقدت إنسانية ما بقيت ما بقي الناس مثل البهايم اليوم يقودهم الناس مثل الأغنام الناس كأنها زريبة والله تتألم عندما تشوف أبوه على الحاكم ماسك هكذا كأنه ماسك على متكا على شيخ من مشايخ اليمن الذي كان يعني يستهبلوا بهم ويقودوهم مثل الأغنام اين ما يريدوا والسبب أن الناس رضوا بذلك لكن لو أن الناس عندهم يعني الأنفة الأنفة والعزة ما استطاع الباغي يبغي ولا استطاع المجرم يجرم الله قال عن ثرعون فاستخف قومه إيش فأطاعوه يعني انتا كل حقوقهم ومع ذلك أطاعوه المشكلة مثل ما ذكرت لك أن هؤلاء الناس الحوثي عرف كيف يلعب على الشعب اليمني الشعب اليمني عنده فطرة عنده طيبة ينخدع أكثر مندق له رقص يعني الشعب اليمني ما شاء الله شعب عاطفي وشعب ممكن يغرر عليه خصوصا غير المتعلمين منهم ولهذا استغل هذه الطيبة الحوثي ومشيها على ما يريد استغل الفطرة السليمة عند الشعب اليمني وعباها بما يريد هو يقول لهم بأنه يدافع عنهم وعن حقوقهم وعن ممتلكاتهم الشي يدافع يا أخي ما ترك لهم عزة ولا كرامة أنت الآن مالك ما هو مالك وولدك ما هو ولدك وأسرتك ما تستطيع تفعل شي حتى في أسرتك المال حقك ما هو بيدك الأرص ده كلها بيد الحوثي يتحكم حتى في البنوث يعني إذا خالفت أو قلت كلمة لا ترضي الحوثي سجنك أو قتلك كم قتل من أناس وكم شرد وكم نازحين وكم أرامل وكم أيتام ما ترك للمسلمين حق الحياة واعتداء عليها حق الحرية واعتداء عليه حق المساواة واعتداء عليه حق التعليم فرغ التعليم حق العمل حرم الناس من العمل الناس لا عمل لا وظائف يعني ما ترك لهم أقل حرية الحياة أقل الشي أنك تقول كلمة الحق يعني يخرج المسجد وهو خايف ويخرج الشارع وهو خايف ويمشي من مكانه خايف يعني تخيل يأتوا للبيوت ويخوف النساء ويخوف الأطفال ويأخذ الرجل من داخل البيت يركض الباب عندما يدخل كأنه داخل يعني زريبة ما يحترم لها الإنسانية بل بعضهم يدخلوا على الأسر وهم في ثياب النوم كم اكتحموا من أسره وكم قتلوا يعني تخيل يا أخي في نقطة أبو هاشم هذه الذي عن الطريق هذا المدبر يعني مرأة طلعت من هنا من مارب وتريد أن يعني تولد عند أمها في صنعة وصلت للطريق وبيقول لها في النقطة قال إلى أين؟ قالت إلى صنعة قال منين؟ قال من مارب وين ساكنين في الرضا عرف أنه من مارب نزلها ويركضها ركض ما وصلت لها ذمار إلا توليد ما قد وصلت لها صنعة وإذا بالمولود ميت يعني وهذه واحدة من صور واحدة من جرائم يعني يشيب لها العقول أين النخوة عند اليمنيين؟ أين الحرية؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ يعني إذا لم يكن لك كلمة تسمع وإذا لم يكن لك رأي يسمع وإذا لم يكن لك مكانا فلا خير في الحياة أعلى أغلى ما في الإنسان الحرية أغلى ما في الإنسان أنه قادر أن يقول كلمة الحق هذا الذي ميز الله بها الإنسان عن البهايم وإلا إذا كان يعني يقاد قال الله ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على إيش؟ شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ هل يستوي هو إنسان سوي لحرية ولرأيه ولفكرة ويستوي إنسان يكفي يا أخي قد ربما يقولنا ليه أنتم خرجتم من صناعة خرجنا لأنه ما وجدنا الحرية التي نريد ما وجدنا العزة نحن أمرنا الله أن نعيش أعزاء وإلا نموت شهداء أما أن نبقى ذليلين ما أراد الله لنذي الله أبدا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العزة لله ولرسولي وللمؤمنين أمر الله أن نكون أعزاء وأن نكون قلمة الحق ما أدري كيف رضوها بعض الناس بهذه أما وقد حصل ما حصل من قبل الحوثيين من انتهاكات وجرائم بحق الإنسان اليمني وشملت كل شيء هل أوجب الإسلام علينا أن ندفع هذه الانتهاكات أن نواجه هذا الحوثي أن نعمله يعني نوقفه عند حده جعل الله الساكت عن الحق شيطان أخرس والراضي به شيطان أخبت يعني شيطان خبيث خبيث السكوت جريمة السكوت عندما يرى الناس الباطل جريمة بل مدح الله المؤمنين الصادقين وقال وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيِ هذا في وصف عبادة الله هذه سيد خلمة الجنة لأن بعض الناس يقول اليوم إنه إذا سكت إنه باقي يسلم ما باقي يسلم والله وَالتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ إِيشْ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً الله عندما أمر بإهلاك قرية قالوا إن فيها رجل صالح قال الله به فابدأوا لأنه لم يتمعر وجهه لم ينعن الله بني إسرائيل إلا عندما سكتوا قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكرم لبئس ما كانوا يفعله وصف الله المؤمنين أصحاب الجنة ولمان انتصر قال بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض وقال في آية أخرى في وصف المؤمنين وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِيُهُمْ هَيَشْ ينتصرون ينتصرون ينتصر للعزة والكرامة والدينة النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يكونوا أباه أن يكونوا ناس لهم عزتهم والكرامتهم لكنك رأسه ارفع رأسك أنت يمني حر ارفع رأسك أنت يمني لك تأريخ ارفع رأسك أنت يمني لك لــ 何 يعني هوية لك تأريخ لماذا أصبح الأسف الشديد يقودهم الحوثي من ساحة إلى ساحة ويقودهم من اجتماع لاجتماع ويقودهم من جبهة إلى جبهة كيف تحوَّل أبناء اليمن كالقطيع بعد أن كانوا أعزة هم الفاتحين وهم القادة وهم الذين كانوا لهم باع في التأريك اليوم يتحولوا إلى الحوثي يحرقكم بالريمون هذه كارثة والله نعم طيب شيخ خان الكريم فئات المجتمع عموما دعنا نتحدث عن فئات التربويين الدعاء العلماء المثقفين الإعلاميين الصحفيين ما دور كل هؤلاء هل سلم أحد من هؤلاء من الحوثيين ما سلم العلماء لم يسلموا الخطباء لم يسلموا الصحفيين ما سلموا الأطفال ما سلموا جرائم ضد الإنسانية التقارير الدولية كلها تبين أن الحوثي أكثر من تهك حقوق الطفولة يعني أطفال أغلبهم الذين في الجبهة ويرميهم وياليت وعادوا يحترم حقا الإنسانية ثاني أكبر منظمة إرهابية في العالم بعد داعش في انتهك حقوق الإنسانية من إليشية الحوثي داعش ما أظن فعلت مثل ما فعل الحوثي يعني إلى الآن الإحصائيات تقول يعني أنه شوف من الإحصائيات قتلت أكثر من أربعين ألف مدني وجند الثلاثين ألف طفل وشرد الثلاثة ملايين شخص فجرت ألفين منزل زرعت اثنين مليون لغم جوعت عشرين مليون يمني هذه أشياء عامة ما بالك الإخفاء القصري اختطاف النساء إهانة النساء تعذيب حتى الموت يخرجوا من سجون الحوثي إما مشلول أو مجنون يخرج من سجون الحوثي إنسان عاجز أو إنسان غير سوي مما عذبهم النساء أيضا يختطف النساء ويهينهن ويستخدم أشياء ضدهن غير إنسانية ولا أخلاقية يجند أهن في الدعارة يجند النساء في الخلايا له يجند النساء في كل شيء إرسلها حتى القتال يعني أهان المرأة أهان الطفولة أهان الرجولة أهان مشايخ القبائل أهان العلماء أهان الدعاء أهان يعني كل فئات المجتمع حتى الأطباء والدكاترة يعني يلاحقهم في جامعة العلوم التكنولوجيا يلاحق المدرسين في جامعة صنعة كم اعتقل من المدرسين كم قتل من المدرسين المعلمين أيضا في المدارس منهم من قتل ومنهم من شرد ومنهم من فجر بيته ومنهم من اعتدى عليه الأطفال أيضا أهانهم واستخدمهم حتى في أشياء غير لائقة بتقارير وأشياء مثبتة يعني ماذا بقي اليمني من كرامة ماذا بقي من حقوق الإنسان الشعب اليمني يريد حرية الشعب اليمني يريد كرامة لا خير في اللقمة بعض الناس جالس من أجل عمله جالس من أجل وظيفته جالس من أجل فلوسه ايش قيمة فيها؟ ما تعطيني حرية ما تعطيني عزة والله لا يوجد ألد من الحرية أن تكون حر وذلك تقول كلمة الحق يعني سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيب العداء ما في أيدينا الإنسان يعيش عبد نعم أيضا كل المناظرين وكل الثوار على مدار التاريخ لو تتبعنا سواء في الإسلام أو في الغرب أو في لو وجدناهم كانوا يعني يريدون نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة على رأسها حق الحرية نعم ما في إنسان خلقه الله إلا وعند فطرة هذه الفطرة تقول أريد حرية أريد مساوى هل ترضى يا أخي أقول لك والله فطر الإنسان على الحرية فطر الإنسان هل ترضى أنت أني أقول لك يعني ما بيرضى الولد أن ما تتحكم فيه الولد يضيقه ولدك أمرنا بطاعته ما تتحكم فيه في كل صغيرة وفي كل كبيرة وتقول له هذه لا وهذه كذا ولدك زوجتك بتبقى أكثر الخلاف بين الرجال وزوجته أنه أنا أمير وأنت أمير ومنزوق الحمير يعني كل واحد يريد أما أن الشعب ما قال السيد بعده وبعده بعده في كل شيء يعني لا ليس لأمة رأيها هذه فطرة عند الناس حق الحق الحرية حق المساواة ترضى أنت أني أقول لك أنا نطفة طاهرة وأنت غير نطفة طاهرة أنا نطفة أحسن من نطفتك يعني هذه اللهجة الإبليسية ما حاج يرضى أنا خير منه وهي أول من عصية عصية الله ما دخلوا الإسلام أغلب من دخل الإسلام إلا لهذه المبادئ والحقوق المواطنة المتساوية لو جاء يقول الرسول أني أنا بنى كلكم يا عرب ويا حبش ويا عالم أنه في نطفة طاهرة هذه النطفة الطاهرة ستحكمكم إلى قيام الساعة فتعالوا سلموا ما من إسلام حد ما سلموا إلا عندما قال لهم الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لعجميين على أعربي إلا بالتقوى المسلم 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 أخو المسلم قال لهم الله جل على يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكري وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتكاكم هكذا لأخذ الناس في الإسلام هذا ميزة التفاضل هذا ميزة التفاضل عند الله تبارك وتعالى وفي الإسلام ولهذا ما دخل الناس الإسلام ليقول لهم واحد أن أفضل منكم ولا يقول لهم واحد أن أحكمكم وأنا حق من الله تبارك وتعالى ماذا أبقى للشعب اليمني أخذ أموالهم قال واحد مثل ما ذكرت لك من يعني المناطق المحتلة قال الحوثي ما تركنا شيء من زهرة الحياة الدنيا الله يقول أنما أموالكم يعني الآية حق المال والبرون زينة الحياة الدنيا قال ماذا بقينا المال أخذه ونهبه وما خلى الحد إلا ما يريد والأولاد أخذهم الجبهة وكتلهم ماذا بقي من زهرة الحياة الدنيا وعادهم جثث أو صور وكثير منهم يعني تخيل من المدارس يأخذهم بل من الملاعب ملاعب الكرة يأخذهم لكن أنت تخيل أنه الآن عندما يعيد الجثة إلى بعض الأهلي يطلب منهم شخصا آخر حتى يعطيهم الجثة وإلا لن يعطيهم الجثة حسبون الله هكذا يتعامل الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرته عجيب كيف رضيوا الناس بهذه ما أدري يعني نعم طيب واجبا أن تحدثنا عن دور العلماء الدعاء الصحفيين ومثقفين الناس عموما بشكل عام كل الشعب ما هو دوره حتى ينتفض على هذه المنشاة ورسالة أخيرة قبل أن نختم الحلقة المخرج يشير إلى نهاية الحلقة الدور على كل إنسان مسه الضر أن يتحرك يا أخي عندنا يقولوا مثل أذل شات بالرحش تحتها يعني حتى الدم الدم لو قرب تشتيت قرب منها من الهر هذه يسموها تشتيت تأخذ أولادها ولا تعتدي عليها بتدافع واتصيه الدجاجة بتتقارع وتحاول أنه تنتفش ضد من يعتدي عليها أقل شيء دافع عن دينك دافع عن عقيدتك دافع عن فكرك دافع عن حريتك دافع عن كرامتك يقول لك دور رسالتي لأبناء اليمن الأخيار وأنا عارف أن الكثير منهم مغلوب على أمره لكن يا إخواني والله إذا تركنا للحوثي ما يريد سنبكي جميعا غدا دمان نتحرك ما دمنا قادرين على التحرك نرد ما دمنا قادرين على الرد نتكلم ما دمنا قادرين على الكلام سيأتي وقت لا نستطيع أن نتكلم ولا نعبر ولن تستطيع تتحكم حتى في أولادك فأدعو الجميع إلى أن ننتصر لديننا ننتصر لعزتنا ننتصر لكرامتنا ننتصر للحقوق المنتهبة للأيتام للأرامل هذا واجبنا وهذه رسالتي وما يفعله الحوثي هو باطل يعني أشد من الباطل نعم ينبغي علينا أن نقذف ذلك الباطل بالحق وأن نتحرك جميعا هذا واجب الجميع بارك الله فيكم شيخنا الكريم مشاهدين الكرام إذن مثلما تحدث الدكتور عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان حتى في القوانين الوضعية كلها تكفى للإنسان حق الحرية حق المعتقد حق الحياة حق التعليم لكن للأسف كما بدأنا الحلقة بأن الحوثيين أتوا على كل هذه والحل هو أن نواجه هؤلاء ونواجه صلفهم حتى ننال حقوقنا كاملة غير منقوصة نقف مع الجيش الوطني نقف مع المقاومة الشعبية نعول عليهم كثيرا في أن نستلد حريتنا وحقوقنا وكرامتنا انتهت هذه الحلقة من برنامج نقذف بالحق نشكر ضيف الحلقة وضيف البرنامج الدكتور محمود أبوها دعش أستاذ الثقافة الإسلامية والفق المقارن في جامعة إقليم السبع والشكر ومصر لكم مشاهدين الكرام نلتقيكم بمشيئة الله في حلقة جديدة من برنامج نقذف بالحق دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علقات وقفات ومسائل آيات ودروس ودلائل ودرس وعايا نبني فكرام نهدف بالحق على الباطل نهدف بالحق على الباطل ندحض زيفا وخرافات ندمغ بالحق ضلالات ندحض زيفا وخرافات ندمغ بالحق ضلالات ونعيد الحق لرون فيه ونجلي زيفا الشبهات نقذف بالحق على الباطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة